السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحيي طعب الجميع متابعينا الكرام لكل من التحق بنا مؤخرا إذن متابعينا الكرام مجددا تتكرر هذه الظاهرة لدى الخطوط الجوية الجزائرية الفقرورية الكارغولية هذه الطائرات أو هذه الخطوط أو هذه البلاد أصلا هي مشرعة على مصرعيها زريبة الكابرانات لأنها زريبة بالواقع زريبة بالأحداث الفضائح اللي يقع فيها فبعد ما شفنا سابقا ذلك الفيديو دى الطفل الجزائري استطاع أن يتسلل إلى طائرة دى الخطوط الجوية الجزائرية أن يتجاوز الأمن أن يتجاوز أمن المطارات أن يتجاوز تفتيش ويدخل الطائرة ويوصل حتى لفرنسا ثم السلطات الفرنسية تكتشف الآن وقعت نفس الظاهرة ولكن بمأساة نفس الظاهرات لأنه شابين هم اللي تشوفوا الآن أمامكم في الشاشة في هذا الفيديو هذا الفيديو قبل ساعات أو وقت قصير جدا من وقوع هذا الحادث هذا اللي هو أنهم دخلوا للمطار تجاوزوا الآن دخلوا لطائرة دى الخطوط الجوية الجزائرية وحاولوا على أنهم يدخلوا للعجلات تخبّوا في المكان المخصص ولكن بعد صعود العجلات تم طحن الجزائريين وبعد ذلك القوافقت الجثة لأنهم ماتوا داخل هذه الخطوط الجوية الجزائرية وهذه طبيعة الحال لن تكون الأخيرة ما زال تشوفوا أحداث أخرى فيما يخص هذا النظر لكن السؤال الذي يطرح هنا كيف يرقل أن القوة الضاربة بالأمن بزمار تحالها لم يستطعوا أنهم يأمنوا المطار تخيلوا معي أنه لا يريد أن يحرقوا يريد أن يدخلوا عملية إرهابية دخلوا لهذه الطائرة تسللوا تجاوزوا أمن المطار اختطفوا الطائرة ودروا بها شيء كاريتا أين هو الأمر؟ أين هي الاستخبارات؟ أين هي التدبيل الأمنية في المطارات؟ ها أعلم حذر أن أقول لكم بلاد ذريبة ها أعلم حذر أن يحكمونها معاقونة دهنيا أعليش كنقول لكم البلاد مشرعة على مصرعيها هي دولة الفققير دولة الكابرانات وفي نفس السياق أيضا المتابعين الكرام عندنا خبر آخر باش تشوفوا الكارتة ديلاد الخطط الجوية الفقرارية الكارغولية وبالمناسبة هناك أن أستذكروا ذلك تصريح ديلاد مساهل على ما أظن أحد الوزراء الفققير لكن يمشوا لي الأسماء ديالهم لأنهم تافهين فهذا كنت تهم الخطط الجوية المغربية لكم عارفين بالتهريب المخدرات وما إلى ذلك في آخر المطاف اكتشفنا على أن الخطط الجوية الجزائرية هي التي تمتهين صراحة وعلى الواقع تهريب ليس فقط المخدرات وإنما المسروقات أيضا لكم شفتوا يعني قمنا بتغطية هذه المجموعة من الفضائح فيما يخص الخطط الجوية الفقرارية شفنا أيضا الأمن الفرنسي قام بمداهمة مكتب الخطط الجوية الجزائرية في فرنسا بسبب المخدرات وتهريب الكوكاين داخل هذه الطائرات اللي متورطن فيها الموظفين ديال الخطط الجوية الجزائرية إذن عندنا خبر آخر متابعينا الكرام هو في نفس السياق يقول ألقت الشرطة البريطانية القبض على مضيف الطيران في الخطط الجوية الجزائرية كان يشكل موضوع أمر دولي بالإلقاء القبض وهو كان يقوم هذه المذكرة التوقيف كانت صادرة عن القضاء الفرنسي سحبة أربع موظفين آخرين يعني هو أربع الموظفين آخرين متورطين في تهريب المخدرات أو تهريب المسلوقات يعني خمسة بهم فهذا مذكرة التوقيف في قضية تتعلق بتهريب المجوهرات والهواتف المسلوقات يعني كيستخد من طائرات ديال الخطط الجوية الجزائرية بيش يهربوا المسلوقات والمجوهرات والهواتف ويعني كل شيء مسروق هذه هي الخطط الجوية الجزائرية كتهرب الأطفال الحرقة كتهرب كتقتل يعني هذوك اللي كتخبف العجلات كتهرب المخدرات كتهرب الكوكايين الموظفين ديالها راهم كاملين تقريبا يعني وحد جزء كبير منهم راهم يعني أصدروا في حقهم مذكرة التوقيف راهم يعني راكم شتوا هذه الفضائح لا تحتاج إلى تعليق أكتر من ذلك لا نحتاج إلى أن نعلق أكتر من ذلك لأن كل شيء واضح ونتمنى من المساهل أنه يفيق شوية ويشوف معنا هذ معراض شونا هو بعده وشف صيف طول الحابس وش معراض شونا الوضع دياله غير معروف على كلين مجددا المتابعين الكرام الخطوط الجوية الجزائرية تقع في فضائح مثيرة للسخرية وهي تؤكد لنا على أن دولة الكابرنات هي فعلا دولة زريبة متابعين الكرام أراكم في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر